خلف جدران هذا البيت لا تكاد تنتهي معاناة الشاب كميل الذي لم يتصور يوما إن مطالبه بوطن حر للعيش تحوله إلى جسد هامد جراء رصاص أصابت رقبته العام الماضي في ساحة الصدرين وسط النجف أثناء فض اعتصام لمتظاهر تشرين آنذاك نصابت بساحة الصدرين يوم 5-2 يوم الأربعاء الدامي 2020 نصابت بطلقة نارية من رقبته طلعت الطلقة من الشتف بساحيتها تحولت على مستشفى الصدر ونشليت شلل رباعي وأكو حالات أقل من عدي هذا المضروب برجدي هذا المضروب بيده طلعوا للخارج وأنا حالتي أقوى شي شلل رباعي وقرح فراش وحصاب الكلية وقرح معده فرضت وزارة الصحة وطلعوا غير أقل من عدي شلل رباعي ومضاعفات صحية أخرى نالت من جسد كميل النحيل واليافع الذي وجد نفسه بين ليلة وضحاها محاصرا بين أربعة جدران معاناة ازدادت بإهمال حكومي ووعود وصفوها ذوه بالفارغة التي تبخرت بالمماطلة والتسويف فإحنا لا سنة من تعويض لا طلعنا لراتب قالوا عن ما تخلص المحكمة قبل فترة دزوا عليها بالمحكمة خذوا وفاة تمره ثانية وليس يعني كش ما مستني خذنا لرنين طلع ضرر بالحبل الشوكي فكتبوا التقارير هنا أنا ما عندهم كل إمكانية علاجها خارج عنها وأكثر الشي العلاج بألمانيا إنسان متظاهر سلمة الله يطالب بحقوقه وحقوق الشباب هاي العدد البطالة والفقر والجوع والأيتام طلع هو يطالب بهاي الحقوق ما حصل في الإسواحة تعويض لا تعويض ولا راتب ولا أي شي حصل وعلى الرغم من وجود تقارير طبية تؤكد ضرورة أن ينقل كميل للعلاج في الخارج لاستعادة حياته إلا أن ذلك يبدو بعيد المنال على الأقل في الوقت الراهن بحسب ذوية والذين يأسوا الوعود الكثيرة حياة ما قبل عام 2020 وأخرى يعيشها الآن كميل بعد إصابة بليغة تعرض لها في تظاهرات تشرين على عام الماضي أجلسته مشلولا طريح الفراش وغيبت عنه شغف الحياة من النجف محمد رزاق التغيير في هكذا ما قلقا فوغم تريغة دارت تغيير وتصوري تغيير اغبت أن تغيير تحضر و تغيير اشتركوا في القناة